اشتركوا في القناة ويفتح المجال أمام إبراز التقدم والازدهار الذي تحرزه مملكة البحرين في شتى المجالات التنموية وبمناسبة اختتام مشاركة وفد الشعوبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن الفخر والاعتزاز بالتطور والتقدم الذي تشهده الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين والنتائج المؤثرة والتي تتحقق عبر بناء الشراكات البرلمانية والعلاقات الوطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة واختمت اعمال الجمعية العامة السابع والاربعين بعد المئة الاتحاد البرلماني الدولي مساء أمس الجمعة باعتماد اعلان لواندا بشان العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية والذي تضمن عددا من المحاور المتعلقة بموضوعات النقاش والحوار وبما يرتبط بالهدف السادس عشر من أهدف التنمية المستدامة وأكد الاعلان على ضرورة وقف الحرب على غزة داعيا اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مرور الإغاثة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة وراء اعلان لواندا أن الهدف رغم ستة عشر من هدف التنمية المستدامة يتعلق أكثر من أي هدف آخر بالبرلمان باعتباره المؤسسة الرئيسية للحوكمة في كل بلد كما أكد اعلان لواندا على همية الإيمان بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي بوصفها الأساس لمنع نشوب النزاعات وحلها وكذلك بالحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الوحيد نحو السلام الدائم ترجمة نانسي قنقر